عام 1526 ميلادي 932 هجري انتصار المسلمين في موهاج أو موهاتش 29 من أغسطس 1526 ميلادي الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة 932 هجري يوم الأربعاء سافر السلطان سليمان القانوني من إسطنبول لمحاربة المجر الذين كانت الحرب غير منقطعة بينهم وبين العثمانيين على الحدود وكانت جيش العثماني مؤلفا من نحو 100 ألف جندي و300 مدفع و800 سفينة في نهر الطونة الدانوب لنقل الجيوش من بر إلى آخر فسار الجيش تحت قيادة السلطان ووزرائه إلى بلاد المجر عن طريق الصرب مارين بقلعة بلغيراد التي جعلت قاعدة لأعمالهم البحرية وبعد أن افتتحت جيش عدة قلاع ذات أهمية حربية على نهر الطونة وصل بأجمعه إلى وادي موهاج وهي في المجر الآن في الثامن والعشرين من أغسطس 1526 ميلادي الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة 932 هجري وفي اليوم الثاني اصطفت الجنود العثمانية على ثلاثة صفوف وكان السلطان ومعه كافة المدافع وفرق الانكشارية في الصف الثالث فهجم فرسان المجر المشهورون بالبسالة والإقدام تحت قيادة السلطان لويس على صفوف العساكر العثمانية الأولى فتقهقر أمامهم العثمانيون خلف المدافع ولما وصل فرسان المجر بالقرب من المدافع أمر السلطان بإطلاقها عليهم فأطلقت تباعا وتوالى إطلاقها بسرعة غريبة أوقعت الرعب في قلوب المجريين فأخذوا في التقهقر تتبعهم العساكر المضفرة حتى قتل أغلب الفرسان المجرية وقتل ملكهم ولم يعثر على جثته فكانت هذه الوقعة سبب ضياع استقلال بلاد المجر بأسرها لعدم وجود جيش آخر يقاوم العثمانيين في سيرهم ولحصول الفوضى في البلاد بسبب موت سلطانهم ولذلك أرسل أهالي مدينة بود وهي عاصمة المجر مفاتيح المدينة إلى السلطان فاستلمها وسار يحف به النصر ويحدوه الجلال حتى وصل إلى مدينة بود ودخلها في العاشر من سبتمبر 1526 الموافق الثالث من ذي الحجة 932 هجري فشددوا الأوامر على الجنود بعدم التعرض للأهالي والمحافظة على النظام عام 1527-1528 ميلادي الموافق 934 هجري وللبوسنة خسروبيك أشهر أبطال الفتوحات الإسلامية في أوروبا كانت بعض القلاع في بلاد البوسنة ما زالت في يد المجريين وكان أهم وأقدم هذه القلاع هي قلعة إياي تشا عاصمة مملكة البوسنة القديمة وقد فتحت هذه القلعة المنيعة في عهد السلطان محمد الفاتح إلا أن المجريين عادوا فاحتلوها وبعد انتصار العثمانيين في موقعة موهاج وأنهى بها مملكة المجر وظهرت مجموعة من مدعي الملكية باتت هذه المدينة بلا رئاسة هي وسائر القلاع الأخرى في البوسنة ودلماشيا فهاجمها القواد العثمانيون وأخذوا في فتحها الواحدة تلو الأخرى وظلت إسطنبول العاصمة تتلقى بشارات الفتوح طوال فترة الشتاء في تلك السنة وكان أهم أبطال هذه الفتوح خسروبيك وهو حفيد السلطان بيزيد الثاني من ابنته وأهم القلاع المفتوحة في البوسنة بايجاو وبانيالوقة والسقل وأبروج وبرجة وبساتس وغيربن وكانت أهم قلاع كرواتيا التي فتحها المسلمون في تلك الآوينة قلعة أدرانا التي يسميها الأتراك قيربوفا وقد سلمت أغلب هذه القلاع للمسلمين بدون مقاومة عام 1537 ميلادي 943 هجري فتح قلعة كليس في البوسنة قلعة كليس في موقع شديد الإنحدار وهي في حدود البوسنة وكان يحتلها النمساويون وصارت بسبب موقعها الجغرافي الحاد هذا موئلا لللصوص والأشقياء وقطاع الطرق ولذلك خسرت الأرض منهم خسارة كبيرة كما يروى فأراد خسروبيك أمير أمراء أي والي البوسنة إنهاء وضع هذه القلعة وشاركه الرأي في هذا وكيله مراد الغازي هاجم والي البوسنة وقواته هذه القلعة بعد أن قام بأعمال استراتيجية هامة حول القلعة ثم هاجمها ورغم أنه قد جاءت قوة من 5000 جندي بقيادة قائدا يدعى كروسيتش لإنقاذ القلعة إلا أن هذه القوة أيضا هزمت هزيمة ساحقة وقتلوا قائدها ووضعوا رأسه على رمح وألقوا بها إلى داخل القلعة المحاصرة فوقع الرعب في قلوب أصحاب القلعة من القتلة والمجرمين فسلمت القلعة للعثمانيين شجع هذا النصر العثمانيين مما دفع بوالي البوسنة خسروبيك أن يواصل فتوحاته في كرواتيا ووطاسيا وفتح في حملاته هذه بلاد وقلاعة كلا من بوسكو وبريزلو وأبروفاز وغيرها عام 1537 ميلادي 944 هجري انتصار العثمانيين في فرتيتسو وإسهام البوسنويين فيه كانت النمسا قد طلبت عقد صلح مع الدولة العثمانية واشترطت الدولة العثمانية أن يعترف الملك فرديناند وهو الأخ الأصغر لإمبراطور ألمانيا تشارز كوينت تشارز الخامس ونجح الملك في مساعيه فقد قبل السلطان العثماني سليمان القانوني بعقد معاهدة سلام بهذا الشرط يوم الأحد الثاني والعشرين من يونيو 1523 ميلادي الموافق التاسع والعشرين من ذي القعدة 939 هجري لكن حدث أن تحرك إمبراطور ألمانيا تشارز كوينت ضد القائد البحري المسلم المشهور خير الدين باشا المشهور بلقب بارباروس بل وكتل إمبراطور ألمانيا القوى الأوروبية لشن حملة على تونس فاشترك النمساويون في هذا الحلف ومعنى هذا أن الاتفاق بين الدولة العثمانية وبين الملك فرديناند ملك النمسا قد أصبح لاغيا ذلك لأن كل فتوحات بارباروس في أفريقيا والبحر المتوسط إنما كانت باسم الدولة العثمانية خاصة وأن تونس بالذات قد فتحت بأمر مباشر من السلطان سليمان القانوني وباسمه لذلك أخذت الدولة العثمانية تتعرض للإمبراطور الألماني في البحر ولأخيه فرديناند في البر فمن ناحية أخذ بارباروس في الهجوم على السواحل الإيطالية الجنوبية وأخذ والي البوسناء خسروبيك في فتح بعض قلاع كرواتيا ودلماسيا وهما بلدان كانت تحت الحكم النمساوي المباشر كانت قوات ملك النمسا فرديناند في 16 ألفا من المشات وثمانية آلاف فارس أي 24 ألف جنديا وضابط وكان قائد قوات النمسا هو القائد المشهور كاتسياينر ويذكر في المصادر العثمانية قوجيان وعلم الأمراء العثمانيون بمقدم الجيش النمساوي وكان أول من عرف بذلك محمد بيك أمير سامندرا فأرسل إلى والي البوسنة العام خسروبيك وإلى جعفر أمير إيزفورنيك في البوسنة وإلى أمير كليس مراد بيك وإلى أحمد بيك أمير الأجحصار وطلب منهم أن يسرعوا بنجدته وقد كان واجتمعت جيوشهم في فوكوفار ثم تحركوا لملاقات العدو في فيرتيتسو وكانت معركة شديدة نظرا لامتلاك النمساويين مدافع كثيرة بلغت 49 مدفعا منها مدافع من الحجم الضخم القوي وهرب القائد النمساوي الشهير من المعركة بمجموعة ضباطه وبعد هروب القسم الأعظم من الجيش النمساوي سلمت للعثمانيين القوة التي بقيت لليوم الثاني في ميدان المعركة وكانت بقيادة القائد كونت لودرون عام 1543 ميلادي 950 هجري لكي يطهر العثمانيون بلاد المجر من الاحتلال النمساوي كان لابد للعثمانيين القيام بعدة فتوحات في محاور مختلفة واشتركت قوات البوسنة في بعض هذه المحاور عام 1547 ميلادي 954 هجري التصديق على معاهدة صلح بين الدولة العثمانية وبين ألمانيا والنمسا أرسيت هذه المعاهدة بين الدولة العثمانية وآل هابسبرغ تكونت من 16 بند وهي مثال لكرامة وعزة المسلمين منها ما يهم من تاريخ البوسنة البند رقم 10 والذي ينص على أن يقوم النمساويون بالتنكيل بعصابات قطاع الطرق وما شابههم على الحدود المجرية والنمساوية وعلى النمسا إعادة الاستقرار والطمأنين على طول الحدود المذكورة عام 1548 ميلادي 955 هجري أمر السلطان سليمان القانوني بعد انتهائه من حربه هذه في أوروبا أن يسير نحو إيران وينقل أولاما باشا وال البوسنة من البوسنة إلى أرض روم ليكون قريبا من إيران وحتى يمكنه استخلاص مدينة وان التي احتلها الصفويون عام 1551 ميلادي 958 هجري تعيين سقل محمد باشا البوسنوي على الجيش العثماني الموجه لحرب النمساويين تحرك سقل محمد باشا البوسنوي على رأس جيش عثماني مكون من 80 ألف جندي لمحاربة النمسا وأعيد أولاما باشا والي أرض روم إلى ولايته التي كانت قبل تعيينه في أرض روم وهي وظيفة والي البوسنة وقد اشترك أولاما باشا في الحرب العثمانية النمساوية هذه تحت قيادة سقل محمد باشا وقد عين على ولاية أرض روم إسكندر باشا عام 1551 ميلادي 958 هجري أولاما باشا البوسنوي محافظا على قلعة ليبا الهامة استولى العثمانيون أثناء حملة سقل محمد باشا البوسنوي على عدة قلاع وأماكن استراتيجية هامة ومن أخطرها قلعة ليبا ولم يطمئن سقل عليها إلا عندما عين عليها أولاما باشا البوسنوي والي البوسنة محافظا عليها ذلك كي واصل سقل فتوحاته في أوروبا وترك في معيته في هذه القلعة 200 انكشاري وحوالي 5000 جندي عام 1551 ميلادي 958 هجري اتجهت القوات العثمانية الرئيسية بقيادة سقل محمد باشا البوسنوي لحصار مدينة طمشوار في الثاني منذ القعدة 958 هجري الموافق الأول من نوفمبر 1551 ميلادي وتقدمت الجيوش الأوروبية مجتمعة لإنقاذ طمشوار من الحصار العثماني فتكون جيش امبراطوري مكون من 100 ألف محارب بقيادة كاستالدو فعبروا نهر الطونة الدانوب للسير على طمشوار فساروا أولا على ليبا وحاصروها في الوقت الذي كان سقل محمد باشا البوسنوي مشغولا بحصار طمشوار وكانت فرصة للجيوش الأوروبية وحاصر كاستالدو قلعة ليبا بجنود ألمان وإيطاليين وإسبان ومجريين من كل جوانبها ولم يكن داخل القلعة على أقصى التقديرات التاريخية بالغة 5000 جندي والمصادر الغربية كلها مجمعة على أن الجيش الأوروبي المحاصر أي قوات كاستالدو بلغت 100 ألف محارب عام 1551 ميلادي 958 سقوط مدينة ليبا قاومت الفئة القليلة في المدينة مقاومة بطولية وأدار أولاما باشا حركة المقاومة إدارة اتسمت بالشجاعة والمهارة وكبد العدو الكثيف المحيط بالمدينة وبالقلعة خسائر في الأرواح كبيرة ومني هذا القائد البوسنوي البطل بخسائر في الأرواح أيضا ولم يبق معه سوى 1300 محارب من 5000 بمعنى أن القوات العثمانية فقدت ثلثي قوتها من الجنود ولم يجد بعد ذلك بدا من انسحابه بالقوة الباقية من المدينة إلى داخل القلعة فدخلت القوات الأوروبية إلى المدينة ونهبوها وأوسعوا في أهاليها القتل ولما كانت هذه المدينة قد فتحت إسلاميا توا فإن أهاليها لم يكونوا قد أسلموا بعد لذلك كانت عملية النهب تبدو كجيوش أوروبية نصرانية تنهب شعبا أوروبيا نصرانيا عام 1551 ميلادي 958 تسليم قلعة ليبا وعقد هدنة مدتها عشرون يوما لم يكن من الممكن صمود 1300 جندي عثماني مسلم للمقاومة بعد انتهاء التموين والطعام وأخذت جنود المسلمين تبحث عن الطعام ولا تجده وبعد مقاومة بطولية تسعة أيام كاملة رأى أولام باشا أن لا مناص من تسليم القلعة بشكل مشرف واتفق الطرفان على هدنة من عشرين يوما يعطى فيها الطعام والتموين إلى القوة العثمانية الموجودة في الداخل وفي نهاية هذه المدة ينسحب أولام باشا بجنوده ويذهب من القلعة وقد أعطت الجيوش الأوروبية المحاصرة عهد أمان للباشا البوسنوي بهذا المضمون عام 1551 ميلادي 958 هجري خروج أولام باشا البوسنوي من قلعة ليبا وخيانة النمساويين للعهد الذي قطعوه له خرج أولام باشا البوسنوي من القلعة في منتصف الليل إلا أن الجيوش النمساوية المحاصرة للقلعة لم تنفذ عهد الأمان الذي قطعوه للقائد البوسنوي العثماني فاعترضته مع قوته الصغيرة القوات المحاصرة في قطاعات يقودها القواد بلاسا وخورواث وأميروز وناغلياك ولكن أولام باشا البوسنوي تصد لهم وكسر تصديهم بل وقتل في هذه المقاومة القائدان أميروز وناغلياك ونجا بلاسا بنفسه بعد أن جرح جرحا خطيرا واستطاع أولام باشا بحركة عسكرية ماهرة كسر الطوق المحاصر والعودة بمن معه إلى بلغراد وفي السادس والعشرين من يوليو الرابع من شعبان من السنة التالية فتح العثمانيون طمشوار وحوالي خمسة عشر قلعة ما بين كبيرة وصغيرة وأصبحت طمشوار ولاية عثمانية رغم محنة ليبا عام 1552 ميلادي 959 هجري اشتراك القوات البوسنوية في حصار مدينة أيري جنوب بودابيست تقع أيري على بعد 137 كيلو مترا شمال شرقي مدينة بودين المشهورة بودابيست فيما بعد وحاصرها العثمانيون واشترك في هذا الحصار قوات البوسنة بقيادة أولاما باشا وللبوسنة بعد التحاق قواته بالقوات العثمانية القادمة إلى المنطقة وعمل مثل ما عمل علي باشا الخادم وليبودين ودام الحصار العثماني لهذه القلعة 39 يوما وفي اليوم وفي اليوم الاربعين اضطرت القوات العثمانية لفك حصارها في التاسع عشر من أكتوبر 1552 ميلادي الموافق أول ذي القعدة 959 هجري عام 1560 ميلادي 968 هجري تعيين مصطفى باشا البوسنوي الشهير بلقب شاهين واليا على مصر وشاهين تعني مصطفى باشا الشهير بشاهين أحد أركان الدولة العثمانية وهو بوشناقي أي بوسنوي وقد قدم إلى مصر في غرة ربيع الأول عام 968 هجري في نوفمبر 1560 ميلادي وانتهت ولايته في جماد الآخرة سنة 971 هجري فبراير 1563 ميلادي ومدة ولايته في مصر ثلاث سنوات وخمسة أشهر وعشرون يوما اشترك في الحرب العثمانية الإيرانية في عهد السلطان القانوني عندما كان متوجها لحرب طهماسب بعدما شاهد السلطان بطولة مصطفى باشا ناداه قائلا أحسنت يا سقري ومنذ ذلك عينه على ولاية مصر وأمر السلطان أن يكون لقب القائد البوسنوي شاهين عام 1565 ميلادي 972 هجري سقولو محمد باشا البوسنوي يتولى الوزارة العظمى في العاصمة إسطنبول سقولو هو الاسم التركي لكلمة سقولويتش أو سقولوفيتش ولد سقولو محمد باشا في عام 911 هجري 1505 أو 1506 ميلادي في قصبة سقول في البوسنة تولى الوزارة العظمى أي أصبح وزيرا أعظم لعموم الدولة العثمانية عندما بلغ من العمر 59 عاما وقد دخل خدمة الدولة العثمانية في وجاق الدوشيرما في عهد السلطان سليمان القانوني وقد أخذ من قصبته على نظام الدوشيرما هذا هو وأربعين ولدا آخرين إلى أدرنة وقد تلقى تربيته في القصر السلطاني هناك وقد أسلم باسم محمد ثم نقل إلى إسطنبول في السراء الجديدة فلفت بالذكائه ومهاراته نظر السلطان سليمان القانوني وأدى هذا إلى التنقل سقل محمد هذا في مناصب هامة كثيرة منها أميرا للبحرية العثمانية وبهذا خرج من خدمة القصر إلى خدمة الحكومة ويروى في بعض الأحيان أن سقل محمد باشا البوسنوي هذا كان عبدا للباشي دفتردار إسكندر تشالبي الذي اشترك في حملة السلطان سليمان على بغداد وقد اكتسب هذا السياسي والإداري البوسنوي شهرة كبيرة في حروب الدولة العثمانية ضد النمساويين والمعروف أن للنمساويين اعتداءات وحشية على البوسنة والهرسك في التاريخ وقد اشترك سقل محمد باشا البوسنوي هذا في الحملة العثمانية على نامجوان في أذربيجان نهجوان وسقل محمد باشا هو آخر الصدور العظام في عهد سليمان القانوني وقد أصهر إلى البيت العثماني الحاكم لأنه تزوج بأخت السلطان سليم الثاني يعني بنت السلطان سليمان القانوني عام 1566 ميلادي 974 هجري أحد أبناء البوسنة في الجيش العثماني يؤمر بتقليد شخصية السلطان القانوني عاقب موته توفي إلى رحمة ربه السلطان سليمان القانوني يوم الجمعة ليلة السبت السادس إلى السابع سبتمبر 1566 ميلادي الموافق 20 21 صفر 974 هجري وهو على رأس جيوشه يحاصر قلعة سكتوار بالمجر وفي اليوم التالي مباشرة كانت القلعة قد سلمت للعثمانيين وأخفي نبأ وفاته عن الجنود وكانوا في آخر لحظات ما قبل النصر ولما كان لابد استكمالا لمسألة إخفاء نبأ الوفاة عن الجنود من تواجد السلطان في خيمة القيادة في تلك اللحظات دفن السلطان سليمان القانوني مؤقتا في خيمة قيادة الجيش ثم نقل فيما بعد وبحث الصدر الأعظم عن شخص يشبه السلطان تماما ليلعب دوره فوجدوا من الحرس السلطاني الخاص جنديا بوسنويا وعلى تعبير المؤرخ بوسنوي الأصل ممتاز القد أبيض الوجه يملأ النور وجهه له أنف الصقر واسمه حسن آغا وأمر بأن يحيي العساكر المنصورة يمينا وشمالا عام 1567 ميلادي 975 هجري تعيين مصطفى باشا البوسنوي والشام قائدا للحملة العثمانية على اليمن ومصطفى باشا البوسنوي يذكر بألقاب مختلفة في التاريخ العثماني منها لالا مصطفى باشا وقرى مصطفى باشا عام 1578 ميلادي 986 هجري تعيين لالا مصطفى باشا البوسنوي قائدا للحملة على شيروان وجورجيا لالا مصطفى باشا بوشناقي من البوسنة وهو من الصدور العظام المشهورين في الدولة العثمانية وهو من أقارب سقل محمد باشا تلقى تعليمه وتربيته في مدرسة القصر السلطاني المعروفة باسم أندرون وهي مدرسة لتخريج كوادر رجال الإدارة والحكم في الدولة العثمانية عمل قائدا للجناح الأيمن في الجيش العثماني في معركة أوخاكوفا لكنه أصبح قائدا عاما للجيش العثماني على الجبهة الألمانية عام 1602 وبعد ذلك بعامين أي سنة 1604 تولى الوزارة العظمى في الدولة العثمانية من مفاخره استعادته لقلعة أستراجون واستيلاؤه على قطاع من سلوفاكيا مات وهو في الطريق لحرب إيران ودفن في مقبرة سوقولو في مدافن أيوب في إسطنبول عام 1579 ميلادي 987 هجري مقتل سوقولو محمد باشا ولد سوقولو محمد باشا عام 1505 ميلادي 911 هجري وهو من أشهر الصدور العظام في تاريخ الدولة العثمانية قضى في الصدارة العظمى 14 سنة و3 أشهر و15 يوما بحساب التاريخ الميلادي ولد في قصبة سوقولو فيتش في البوسنة كان يلقب أحيانا باسم الطويل لطول قامته وكانت شخصيته قوية وذكاؤه حادا قتل عندما كان خارجا من قصره في إسطنبول وقد قتله رجل يرتدي ثياب الدرويش طعنه بخنجر فأرداه قتيلا في الثاني عشر من أكتوبر 1579 الموافق العشرين من شعبان 987 وقد عمل صدرا أعظما لكل من السلطان القانوني والسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث عام 1585 ميلادي 993 هجري تعين إبراهيم باشا البوسنوي واليا على مصر قدم إلى مصر سنة 991 هجري فاستمر واليا إلى العاشر من شوال 993 هجري وكانت مدة ولايته سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوما وطلب أن يعزل وأن يعين بدلا منه سنان أفندي وهو دفتردار مصر سابقا فأجاب السلطان إلى طلبه في نفسه وفي ولاية سنان الدفتردار عام 1592 ميلادي ألف هجري وللبوسنى حسن باشا يرسل إلى إسطنبول علامات انتصاره قام قل حسن باشا من تلقاء نفسه بالغزو على الحدود وسبب نتيجة لذلك قيام الحرب بين الدولة العثمانية وبين النمسا وأرسل إلى إسطنبول علامات انتصاره ولكن هذا لم يقابل مقابلة حسنة من رجال الدولة إذ كان الغزو بلا حسابات سبقته وكانت علامات النصر هذه رؤوس كفار مقطوعة وأسرى مقيدين بالسلاسل وأعلام العدو وبذلك أخلى والي البوسنى بالسلام القائم بين الدولة العثمانية وبين النمسا وكان من نتيجة ذلك أن أعلن إمبراطور النمسا أنه نتيجة لإخلال والي البوسنى بمعاهدة السلام بين الدولتين فإنه أي الإمبراطور لن يدفع الخراج للدولة العثمانية بعد ذلك عام 1593 ميلادي ألف وواحد هجري أخبر قل حسن باشا والي البوسنى بأن النمساويين يجمعون قواتهم هذه وأن جنوده في البوسنى لا يكفون للتصدي للقوات النمساوية لذلك يريد عونا عسكريا فبعثت له الدولة قوات عثمانية من بلغراد لكن لأسباب كثيرة لم يكن لوالي البوسنى نصيب في معونة عسكرية لدرء الخطر النمساوي وكان والي البوسنى واثقا من قدوم النجدة إليه فعبر نهر قوليا إلى ضفته اليمنى كانت قوات حسن باشا عشرة آلاف محارب والتقت بقوات العدو النمساوي وكان في أربعين ألف محارب وقبل والي البوسنى قل باشا لقاء العدو رغم نصيحة قوجا قمر بيك له بعدم قبول نزال هذا العدو ودارت المعركة واستشهد فيها في يوم واحد سبعة آلاف شهيدا بوسنوي وتركي واستشهد القائد البوسنوي تلي أو قل حسن باشا وأطلق على هذا العام عام ألف وواحد هجري عام الهزيمة عام ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعين ميلادي ألف واثنين هجري ضربوا رقاب أربعة آلاف مسلم في رومانيا بناء على ذلك قررت الدولة العثمانية محاربة النمسا فأعدت لذلك جيشا بقيادة سينان باشا تحرك من اسطنبول يوم التاسع والعشرين من يوليو الموافق التاسع والعشرين من شوال وسار إلى بلغراد عبر نهر أسك واستولى على قلعة ويزيدرم في السادس من أكتوبر الموافق الثامن عشر من محرم لكن تحولت هذه الانتصارات إلى هزيمة في الرابع من أكتوبر أي التاسع من صفر في أستوني بلغراد ونتجا عن هذا سقوط بعض القلاع في عيد الأوروبيين وطلب قائد الجيش نجدة من اسطنبول فجاءته نجدة منها في ثمانية عشر ألف انكشاري وتحرك الجيش العثماني فاستولى على قلعة طاطا أو ظاذا في السابع عشر من يوليو الف وخمسمائة وأربعة وتسعين الموافق الثامن والعشرين من شوال الف واثنين هجري ولحق خان القرم الفاندي جراي بجيشه إلى الجيش العثماني الذي يحارب النمسا لفترة عاد بعدها إلى القرم تقدم العثمانيون ففتحوا كثيرا من القلاع وأعلنت أردل والأفلاق ومن بعدها البغدان في الخامس من نوفمبر الف وخمسمائة وأربعة وتسعين الحادي والعشرين من صفر الف وثلاثة هجري انضمامها إلى نداء البابوية في الحرب ضد العثمانيين أي الحلف الصليبي المقدس أعلنت الأفلاق والبغدان وهما في رومانيا الآن قتل المسلمين بها وأمر ميخائيل أمير الأفلاق بجمع المسلمين في خان كبير وأمر بضرب رقابهم فقتلوا وكان عددهم أربعة آلاف مسلم وأطلق المؤرخ النمساوي المشهور هامر وهو أشهر مؤرخ نمساوي بتاريخ الدولة العثمانية أطلق صفة الواقعة الوحشية على ما فعله أبناء جلدته بالمسلمين في الأفلاق عام 1599 ميلادي ألف وسبعة هجري خليل باشا البوسنوي خرج الوزير الأعظم الداماد إبراهيم باشا البوسنوي ووصل بجنوده إلى مقر قيادة الجيش في صحراء داود باشا استعدادا للحملة العثمانية على أويوار وكانت عادة العثمانيين إكمال استعداداتهم الأخيرة في هذه الصحراء وقد صدر الأمر بتعيين خليل باشا البوسنوي نائبا للصدر الأعظم أثناء سفره ترجمة نانسي قنقر